خص وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقمينة من خارج ناصر بوريطا خص وكالة الأنباء الرسمية الإسبانية FFA بحوار تناول الحيزة الأكبر منها الأزمة التي تعرفها العلاقات المغربية الإسبانية حاليا بعد القرار الإسباني المفاجئ القاضي باستقبال إبراهيم غالي على أراضيها بهوية مزورة تجنبا لمتابعته قضائيا تصريحات بوريطا كانت حازمة وأظهرت مدى الغضب المغربي وقال الوزير المغربي إن المملكة المغربية ما زالت تنتظر لحدود الساعة ردا شافيا ومقنعا من السلطات الإسبانية بخصوص الأسباب التي جعلت مدريد تستقبل إبراهيم غالي على أراضيها وبطريقة احتيالية وكذا سبب عدم إبلاغ المملكة بذلك بشكل مسبق في إطار التنسيق الثنائي الذي يربطهما دائما وتسأل بوريطا لماذا اخترت السلطات الإسبانية ألا تخبر المغرب بهذا الموضوع ولماذا فضلت التنسيق مع خصوم المغرب وهل من الطبيعي أن يعلم المغرب بالموضوع عن طريق الصحافة متسائلا في هذا السياق هل ترغب إسبانيا في التضحية بعلاقاتها الثنائية بسبب حالة المدعو إبراهيم غالي وقال بوريطا في الحديث مع وكالة الأنباء الإسبانية إن هذا الموضوع يشكل اختبارا لمصداقية علاقاتنا الثنائية قبل أن يذكر بأن المغرب وعلى أعلى مستوى كان على الدوام واضحا مع إسبانيا في مواجهة النزعات الانفصالية حيث كان يرفض أي اتصال أو تفاعل مع الانفصاليين وكان يخبر شريكه الإسباني بأي تطور في هذا المجال وأن الخارجية المغربية رفضت استقبال وفد عن هؤلاء واشترطت لذلك حضور مسؤول من السفارة الإسبانية